بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درس هذا اليوم عن خبر الآحاد ونبدأ بتعريفه فنقول الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد أما اصطلاحا فهو ما لم يجمع شروط المتواتر خبر الآحاد يفيد العلم النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال أقسام خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه يقسم خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى عدد طرقه المشهور العزيز والغريب وسنتحدث عنها فيما يلي بإذن الله تعالى ونبدأ بالمشهور فنقول في تعريفه المشهور لغة هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته وسمي بذلك لظهوره أما اصطلاحا فهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر وحد التواتر كنا قد ذكرناه في الدرس السابق مثال على الحديث المشهور هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء الحديث لو رأينا مخطط أسانيد هذا الحديث لوجدنا ما يلي أن هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الصحابة عبد الله بن عمر وأبو هريرة وزياد بن لبيد وعائشة يرويه عن عبد الله بن عمر عروة بن الزبير وعن أبي هريرة يرويه أبو سلمة وعن زياد يرويه سالم وعن عائشة يرويه عروة وهو قد تكرر ذكره فيكون عددهم ثلاث يروي عن عروة هشام ابنه ويروي عن أبي سلمة الزهري ويروي عن سالم الأعمش ويروي أيضا عن عروة هنا موسى ابن عقباي فيكون عددهم أربعة أيضا عن هشام يروي مالك وعن هشام في الرواية الأخرى يروي جرير وعن الزهري يروي العلاء ابن سليمان وعن الأعمش يروي هنا وكيع وعن موسى ابن عقبة يروي عبد الله ابن سعيد فيكون العدد خمس رواه في هذه الطبقة الطبقة التي تليها يروي عن مالك إسماعيل ابن أبي أويس وعن جرير قتيبة ابن سعيد وعن وعن العلاء محمد ابن عمر عن أبيه وعن وكيع عبد الله عن أبيه يروي أيضا وعن عبد الله ابن سعيد يروي بكر ابن صدقة فيكون عددهم في هذه الطبقة خمسة أيضا ثم بعد ذلك تأتي طبقة أصحاب الكتب البخاري ومسلم والطبراني والإمام أحمد في مسنده والخطيب البغدادي نرى في طبقات هذا الحديث أنه لم تقل عن ثلاث رواه في كل طبقة ولم تبلغ حد التواتر فهذا الحديث رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات إسناده فبناء على ذلك يسمى هذا الحديث بالمشهور هناك نوع من أنواع الحديث يتبع للمشهور وهو المستفيد وهذا الحديث هذا النوع تعريفه لغة اسم فاعل من استفاض مشتق من فاض الماء وسمي بذلك لانتشاره أما اصطلاحا فقد اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال القول الأول أنه مرادف للمشهور والقول الثاني أنه أخص منه لأنه يشترط في المستفيد أن يستوي طرفا إسناده ولا يشترط ذلك في المشهور والقول الثالث أنه أعم منه أي عكس القول الثاني سنتعرض سنتعرض أيضا في هذا الدرس لما يسمى بالمشهور غير الإصطلاحي ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر فقط الاكتفاء بشهرته على الألسنة فيشمل هذا النوع ما له إسناد واحد وما له أكثر من إسناد وما لا يوجد له إسناد أصلا المشهور غير الإصطلاحي أنواعه كثيرة أشهرها ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة مثل حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان النوع الثاني مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهناك نوع مشهور بين الفقهاء مثال حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهناك ما يكون مشهور بين الأصوليين مثل حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهناك أيضا ما يكون مشهور بين النحاة مثل حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه وهذا الحديث لا أصل له وهناك ما هو مشهور بين العامة مثل حديث العجلة من الشيطان حكم المشهور المشهور الإصطلاحي وغير الإصطلاحي لا يمكننا وصفه بكونه صحيح أو غير صحيح بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف بل والموضوع لكن إن صح المشهور الإصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب من أشهر المصنفات في الأحاديث المشهورة نقول المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة إصطلاحاً من هذه المصنفات كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي وكتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني وكتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبغ الشيباني هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم